السلام عليكم جميعا بكلمكم وأنا في غمرة من السعادة والفرحة بالفوز بجائزة أحسن فيلم قصير تسجيلي في مهرجان الوثائقي لأفلام حقوق الإنسان بالرباط في دولة التاسعة سعيد جدا 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 بهذه الجائزة هذه الجائزة تمثل لي عدد من الأشياء السعيدة أولها أنها جاية من دولة شقيقة ثانيها أنها موضوعها جميل وهو موضوع حقوق الإنسان وهو تجسد في اسم السيدة إلهام التي ألهمتني الكثير من خلال هذا العمل لما وجدتها سيدة بسيطة في الأربعة وسبعين من عمرها ولكنها تقتم بجوار حلمها من من يعيش بجوار حلمه عشر سنوات كاملة 24 ساعة في اليوم يجلس أمام حلمه أنها بتبيع كتب بتبيع ثقافة الشباب بتاع جامعة القاهرة أمل أنها يوم من الأيام تجد أحفادها يدخلوا هذه الجامعة ويتخرجوا ويفيدوا بلدهم ووطنهم العربي كله هذه السيدة حضرت عشر سنوات كان منهم سبعة هم الأقوى يعني عنفا والشارع كان فيه حركة شديدة جدا جدا أوقات الثورات اللي حدثت في مصر في 2011 و2014 و2013 ثم أحداث كتيرة جدا حصلت في هذا المكان وهي دي السيدة جلست في هذه الأماكن في رعاية رب الرب وربنا سبحانه وتعالى رعاها وحفظها وكانت الناس كلها بتترارة في أنها تساعدها وأنها تقف جنبها من الأصلاء من الشعب المصري الجميل هذا الفيلم له قيمة أخرى في قلبي مهنية هذه المهنية أن أنا قمت في حياتي بعمل حوالي 23 فيلم وحصلت على أكتر من عشر جوائز عنهم منهم أفلام تجاوزت ميزانيتها أرقام كبيرة يعني مختلفة ولكن هذا الفيلم لم تتجاوز ميزانيته الألف جنيه لأنه كاميرتي الصغيرة ذائد كاميرة صديقي محمد شادي الصغيرة كمنا بالتسجيل من خلالهم محمد شادي في منزله أعادنا ومنتجنا الفيلم وأنهينا عملية المونتاج الموسيقى التصويرية مهدام من صديقي الفنان المصري الجميل تامر كروان هذا الفيلم إنتاج فريق عمل قصير جدا وميزانية قليلة جدا لكن القيمة الإنسانية التي يحملها هذا الفيلم هي التي يعني الحمد لله أنها وصلت إلى لجنة التحكيم ووصلت لإدارة المهرجان وتم تقديره بهذا الشكل الجميل أشكر شعب المغرب الجميل أنا محب الكورة وسعيد وجود أشرف بن شرقي في ملعبنا المصرية في نادي الزمالي في العريق وغيره كثيرين يعني من قبله كثيرين بنحبكم جدا وسعيد بهذا التكريم جدا وأتمنى أنه يعني دايما كده السينيما تبقى هي المعبرة عن كل البسطاء وعن كل المحبين للحياة تحياتي أحمد عبدالعليم قاسم القاهرة 27 يونيو 2021 تحياتي أحمد عبدالعليم